اشتركوا في القناة في قضية اخلاقية ضد زميله السابق في المنتخب الفرنسي ويعد بنزيمة ضمن خمسة متهمين يخضعون للمحاكمة بسبب محاولة ابتزاز حدثت في عام 2015 ضد اللاعب ماسيو مما ادى الاستبعاد السنائي من المنتخب الفرنسي لأقصر من خمس سنوات حيث طلب المدعي العام احكاما من السجن 18 شهر مع وقف التنفيذ والسجن حتى اربع سنوات للمتهمين الاخرين وقالت المدعية سجولين مار امام المحكمة في تصريحات نشرتها في وكالة الانباء الفرنسية بنزيمة ليس شخصا صالحا لقد حاول مساعدة المتهمين وعمل للسماح للمفاودين بالوصول الى هدفهم وللمبتزين بالحصول على الاموال ترجمة نانسي قنقر